ونحن نتكلم عن مهرجان القاهرة للدراما نحن نقدم مهرجان القاهرة للدراما العام الماضي جوائز لكافة عناصر العمل الدرامي من خلال لجنة تحكيم تضمنت مجموعة من الخبراء ونجوم كبار هنعرف كل التفاصيل عن جوائز السنة دي من خلال فنانة إلهام شاهيم مساء الخير عليكم وبرحب بيكم جميعا وسعيدة جدا أن أنا بأشارك في لجنة تحكيم في دورة استثنائية جدا للمهرجان أولا دورة استثنائية لأن في مناسبة هامة مرور ستين عام على الدراما المصرية يعني اللي وصلت اللهجة المصرية للعالم العربي كله يعني كلهم يقولك إحنا سهلة قوي إن إحنا نقول نتكلم مصري لأن إحنا الدراما المصرية لنا عمري طويل معاها والسينما المصرية فاللهجة المصرية انتشرت في كل الوطن العربي بسبب الأعمال الفنية سواء دراما تليفزيونية أو السينما فده اللي خلى مصر لها الريادة دائما ومصر طبعا هي الأم لكل الوطن العربي ده بالتأكيد وإحنا استنادي المهرجان خاص بالأعمال المصرية بس أنا أتمنى فعلا إنه يبقى المهرجان دولي مستقبلا ويبقى فيه من كل الوطن العربي يشاركونا الاستثناء كمان إن احنا أول مرة بنعمل مهرجان في العالمين يعني مهرجان فني في العالمين وأنا أتمنى ياريت إن كل الزملاء والزميلات يعني نداء من خلالكم إنهم يكونوا موجودين في هذا المهرجان عشان نحتفل ونفرح كلنا بالدراما والفن المصري الجميل والدراما اللي عمرها ستين سنة أكيد إحنا مش بنحتفل بس بالأعمال اللي تعرضت السنة دي الاحتفالية لستين سنة فكل الفنانين أكيد شاركوه فأتمنى إنها تبقى تظاهرة كبيرة جدا والمكان الحقيقة رائع وجميل يعني أنا حقولي قبل ما نبدأ إزاي هتبقى شكل الحفلة ومتوضبة على مستوى عالي جدا الشياكة والجيكورات وعلى البحر وعلى البحر عايز أقولي الستات عشان بيقلقوا على البحر يقولك يا من البس كعب عالي لا إحنا مش هنبقى على الرملة ما تقلقوش فلبسوا براحتكو يعني صوريهات وكعب عالي بس أنا نفسي حقيقي إن كل الفنانين والفنانات يبقوا موجودين نفرح بفننا ونفرح ببلدنا نفرح بمصر قد إيه كل يوم بقى فيها شيء جديد وجميل وبنفتخر بيه قدام العالم كله والعالم كله دلوقتي يعني على مصر يعني إن كل الأشياء الجديدة والجميلة والمناطق الجديدة السياحية اللي اتفتحت في مصر فإحنا أكيد مشجعين جدا لمدينة العالمين وبنتمنى لها إنها تبقى يعني من أهم الدول في العالم لإنها حقيقة تستحق ده اللجنة طبعا معي أسادزة كبار جدا طبعا الفنان الكبير كريم عبد العزيز الصديق العزيز وأستاذ عبد الرحيم كمال الكاتب والمخرج جمال عبد الحميد والناقد طرق الشناوي لجنة الحقيقة تقيلة جدا يعني قوية يعني كل الأسماء يعني على مستوى عالي جدا فأنا سعيدة إن أنا أكون واحدة من الأسادزة اللي موجودين في اللجنة ومهمتنا صعبة جدا لإن الأعمال كتير قوي والنجوم والنجمات كتير قوي وكتير منهم يستحق جواز وكتير من الأعمال تستحق جواز يعني أنا بهني كل اللي قدم أعمال السنادي في عشرين تلاتة وعشرين سواء تعرضت في رمضان أو تعرضت خلال العام لإنه فعلا فيه مستوى متميز جدا وإحنا بجد في حيرة لإنه لما تقال طب بلاش رمضان بس يبقى طول السنة فبقت الأعمال كتيرة قوي وكلها تستحق يعني إحنا عايزين نضيف جواز على الجواز أنا أتمنى إن يبقى يعني فيه مناصفة وفيه أكتر من جايزة يعني نفس الجايزة ممكن تعطى لأكتر من فنان أو لأكتر من عمل لإن حقيقي يعني فيه أعمال كتير جميلة ورائعة وسعيدة طبعا بجايزة الجمهور لإن دي فكرة رائعة لإن فيه أعمال أخدت جماهيرية واسعة كبيرة جدا على مستوى يعني العالم العربي وكل الجاليات العربية حتى في كل مكان في العالم فيستحق وجواز حقيقة دراما المصرية مشرفانة والفن المصري دايما مشرف اسم مصر وبتمنى من كل قلبي لهذا المهرجان النجاح ومش عارف هل إحنا كل سنة هنبقى في العالمين واللي هو ممكن يبقى السنة دي لا دي سنة مميزة جدا يا جماعة فيعني أرجو من كل الفنانين التواجد وأتمنى للجميع التوفيق وإن شاء الله تبقى دورة نكحة جدا وتحت عمركم فأي أسئلة أشكر الفدانة إلهام شهين وأحيي حضرتك على هذه الكلمة شكرا جزيلا لك أنا عايزة دي حاجة بس لكلام إلهام على حكاية العالمين يعني هي مش بدعة يعني بداية من كان المكان فيه تلازم بين السياحة والفن فكان برضو تعامل ده وكان الكود ده زور وإحنا عندنا هنا أماكن رائعة أنا أنا على فكرة مفاجأ بالحقيقة بالعالمين واختيار هايل ما شاء الله وعندنا كتير جدا فأتمنى أن كل مهرجان يبقى في مكان مختلف إن شاء الله فعلا يعني بقيت كلام دكتور يحي هو اختيار رائع وأتمنى أن ما تبقاش سنة واحدة تبقى سنين كتير نعمل المهرجان في العالمين سحل الشمالي الحقيقة كله بقى يعني مكان رائع يعني كل الناس متجهة ليه والمهرجانات الفنية حقيقية هي زي ما هي دعاية للفن والثقافة هي دعاية كبيرة للسياحة يعني فعلا مهرجان كان كلنا عرفنا كانوا بقيت أشهر من باريس العاصمة لأن نتعمل فيها مهرجان سينيما إيطاليا عاملة برضو مهرجان في فينيسيا لأنه برضو فينيسيا على الميا على البحر فيما عملوش يعني المهرجان الكبير بتاعهم ما تعملش في روما العاصمة لكن نتعمل في فينيسيا فبلاد كتير جدا الأماكن اللي على البحر بتبقى يعني أماكن سياحية مهمة وإحنا الفنانين عنينا بتحب الجمال يعني عايزين نيجي نشوف الجمال ونشوف البحر فطبعا يعني دي دعوة لنا كلنا ودعوة الدكتور أشرف لو نقدر يبقى فيه أكتر من سنة في العالمين لي لأ يعني إن شاء الله إن شاء الله كلنا بتضم صوتنا طبعا لصوت حضراتكم بكل تأكيد وحقيق شكرا للشركة المتحدة على اهتمامها بهذا المهرجان والمجهود الكبير اللي بتعمله من أجل إنجاح المهرجان وإنجاح الدراما المصرية ورفع اسمها في الوطن العربي عاليا جدا ترجمة نانسي قنقر